أربع اتفاقية تعاون ثنائي في أربع قطاعات مختلفة توجدت بها الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية الاتفاقية تمست قطاعات الشؤون الدينية، الثقافة، الأشغال العمومية والصناعة من الوثائق القانونية التي وقعنا عليها خلال دورتنا هذه تشكل لبينة جديدة تضاف إلى صرح الإطار القانوني الثاري الذي يؤثر التعاون بين بلدينا نحن في عملنا في هذه اللجنة لسنوات طويلة وصلنا فعلا إلى بعض قصص النجاح ولكن ما نقوم عليه الآن هو بناء قصص جديدة وخاصة في تطلعات مستقبلية بناء للتوجهات الاستراتيجية في الجزائر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات مختلفات ومن أجل تسييد الشراكات الموقعة بين البلدين على أرض الواقع أكد وزير الخارجي عبدالقادر مساهل على ضرورة تفعيل مجلس رجال الأعمال الذي سيسمح بتطوير جودة العلاقات الاقتصادية تفعيل مجلس رجال الأعمال في جزائر الإمارات سيمكن من دون أدنى شك من رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ويحفز رجال الأعمال المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام الخاص على توسيع الشراكة الاقتصادية بما يخدم مصالح مؤسساتهم وكذلك المصلحة المشتركة لبلدينها وأثناء كل من الطرفين على مخرجات أعمال اللجنة والاتفاقية التي تم التوقيع عليها والتي تؤكد على مدى حرس وجدية الجانبين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية